السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم آمين تعالوا النهاردة أعلمكم أفضل مشروب مفيد للصحة باتنين جنيه في مادة هلامية عظيمة ربانية مليانة بالكالسيوم والفسفور والحديد والسوديوم حلو جدا للخشونة المفاصل بينضف القولون من الفضلات والسموم بيمدي الجسم بالقوة والطاقة بصها هنتكلم عليه كتير جدا وإحنا بنعمل الوصفة كده مع بعض باتنين جنيه بس هتفرق معاك كتير جدا لو بتشوفوني على التكتوك أو الانستجرام أو الفيسبوك هتلاقوا بقي الوصفة على قناتي اسمها جانا بيوتي أتمنى تشرفوني وتدعموا الفيديو بتنسوش اللايك والشير كومنت جميل ويلا بينا على المكونات مكونات سهلة وبسيطة وناخد بالنا من الجرعة اللي احنا هنقول عليها ويلا بينا على المكونات النهاردة معينا حب الرشاد حب الرشاد عملنا منه وصفة اللي هي بتاعة الأوطار أو لو عندنا أوطار وعلى فكرة نكحة جدا جدا بجد أنا مجربوها وكانت هيلة تمام لأنه مليان بيت ويلب ومليان فيسفور وكالسيوم وحديد وصوديوم وماغنيسيوم حلو جدا جدا للمفاصل زي ما تكلمنا هتستخدميه كل يوم بيساعد على استشفاء الكسور وهشاشة العزام وخشونة الرجبة والغضاريف بصوا حلو جدا طبعا البزور كلها جميلة ولكن ده بالنسبة لي رهيب رهيب بجد للمشاكل بتاع الخشونة والعظم والكسور وكمان نقص الحديد والفسفور حاجة كده رخيصة على قد الايد وسهلة وبسيطة وتعالوا يعني بجد هو مظلوم حب الرشاد مظلوم يلا بينا نشوف هنعمل ايه هناخد معلقة من حب الرشاد معلقة كبيرة من حب الرشاد على مية عادية جدا من الحنفية وهنغطيهم ونسيبهم ساعتين لحد ما يطلعوا الهلام بتاعه او ان هو يبقى عامل زي بزور الشاي كده يطلع الجل بتاعه الحل تمام وهنستخدمه قلنا بينظف الكولون حلو جدا بيساعد على تقليل من خشونة المفاصل للناس اللي ما بتحب الشربة العظم يعني ماشي كمان بيدي للجسم قوة وطاقة ونشاط بيساعد كمان على علاج الالتهاب الرأوي والرب هناخد يعني احنا كده هنسيبه ساعتين لحد ما يطلع بقى كل الفوائد الجواء الربانية والله كل حاجة طبيعية وجميلة بتلاقي فيها فوائد اكتر بكتير من ان انت تاخد علاجات او كده طبعا انا مش بقلل من دور الطب ولكن انا بحب الحاجات طبيعية جدا وطبعا الطب بنحتاجه في حاجات معينة وهتشوف الفرق عظيم جدا جدا لو عندك خمول لو عندك نقص في الحديد الكالسي وما عندك هاشهاشة عندك هاشهاشة عظام عندك خشونة الرجبة بصوا نقص بيتول بصوا حاجات كتير جدا كده خلاص طلعنا طلع كل المادة الهلمية بتاعته الحلوة جدا العظيمة جدا جدا وهنحتاجه هناخده ازاي بقى هناخده هناخد بقى المعلقة اللي احنا عملناها وطلعت الهلم بتاعها هناخده على الريق كل يوم لو الحالة تعبانة او ثلاث مرات في اليوم لو انا عايز طاقة حيوية وعايز دايما ابقى عظمي كويس والفسفور ويعني اخد الفيتامينات ممكن اخده ثلاث مرات في الاسبوع بدل ما ناخد القهوة علشان تصحصحنا او عشان اي او يعني تتفوقنا كده الصبح لأ احنا ممكن ناخد حاجة طبيعية احسن بكتير وهتمدنا بالعناصر والفيتامينات والحاجات الهايلة اللي احنا اتكلمنا عليها ما تنسوش دعوة حلوة منكم ما تنسوش دايما في دعائكم ويا رب الوصف تكون عجبتكم ما تنسوش الدعم الفيديو يعني بيترد السمون الجسم زي ما قلتوك وشوفوا انا عمال اقول لكم حاجات كتير وهشاشة العزاء ومستشفاء الكسور وخشون عمال اعيد لكم في الفوايد بتاعته علشان بجد مش عايزة يفوتكم الكنز الهايل ده واتمنى الوصف تكون عجبتكم وشكرا لكم وما تنسوش اللايك والشير كومنت جميل منكم الفيديو بيقع لما ما بيكونش فيه لايك اشتركوا في القناة